الناس اللي بتقول ان الاوضاع صعبة وان ما فيش رؤية وما فيش مشاريع وما فيش فرصة البكرة وان البرنامج ده مش هيؤدي الى ارتقاء بمستوى حياة المصريين ولا حق العدالة ولا كذا ده ضد ما قالوا الرئيس وقدوا بلك الرئيس رغم ان هو رئيس الدولة لكن هو في النهاية رأس السلطة التنفيذية كمان اللي النهاردة الحكومة او النواب اعطوها الثقة فبالتالي هي مؤفقة ضمنية كمان على اختيارات الرئيس نفسه لحكومة الرئيس في اخر خطاب يوم الخميس اللي فات في الاتحادية قال انا مستغرب من الناس اللي مش شايفين الانجازات انا مستغرب من الناس اللي مش شايفين المشروعات مستغرب من الناس اللي مش شايفين الاقاع اللي حصل في السنتين دول اللي يوازي اقاع عشر سنين فاته شايف ولا مش شايف لا شايف بس الاولويات انا وده انا قلته في الكلمة بتاعتي قلت الاولويات بتاعت برنامج الحكومة اولويات مرتبكة بل كمان تصل الى حد انها اولويات ظالمة للشعب المصري يعني انا مع المشروعات الكبرى القومية الكبرى وكل حاجة وعلى ابناج انها دي حاجات الناس بتخطط لقدام بقى بجد مش بتبص تحت رجليه بس انا مقدرش اغفل اللي تحت رجليه مقدرش اغفل ان فيه 80% من كرة مصري ما فيهاش صرف صحي في ذات الوقت اللي تلاقي منشط توصيل المرافق والخدمات لمشروع القاهرة الجديدة مشروع العاصمة الجديدة المواطني حس بايه اللي قاعد في ظل هذا الزرف القاسي اللي ما عندوش صرف صحي وما عندوش مياه صالحة للشرب وساعات ما عندوش كهرباء وما عندوش غاز الى اخر الكلام ده لما يشوف عاصمة جديدة ممكن تبقى مشروع عظيم جدا ولكن هتفيد البلد كمان عشر سنين اثناء ما هو بيمرض بفيروس سي بسبب انه ما عندوش مجاري وبيمرض بكل الامراض الى اخر الكلام هنا الاولويات فين انا مقدرش اعامل المواطنين بتوعي بشكل ان انا مدهمش اولويه لا انا اديهم اولوية قبل ما افكر في خطط مستقبلية لازم الحقوق الجيل اللي موجود ده على الارض حقوق البناء المين اللي موجودين على الارض اولويتي الاولى قبل اي حاجة فهنا الاولويات انا بشوفها انها بتروح ما تيجي تتكلم على مشروع كبير للطرق على دماغي المحاور اللي بتتعمل يعني تكاد ما تعملتش في تاريخ مصري من ايام الانجليز لما عملوا شبكة الطرق الاولى لكن انا عمدي كل الطرق بتوع المحافظات كلها مكسرة انا ادي اولوية للطرق دي لازم امهد الطرق لانها اولا بتستنزف الاقتصاد وبتعطل يعني وبتموت ارواح وبتموت ارواح وبتعطل وقت يساوي فلوس ويساوي قيمة حقيقية في الاقتصاد قبل ما اقول اعمل المحور اللي هيوديني مش عارف من البحر الاحمر اللي معرفش الحلاي يعني هنا الاولويات مهمة جدا فعشان كده انا بقول سواء للرئيس او لحكومة بقول لهم اول من قدمين المواطنين مش حاسين مش حاسين ليه لان اللي تحت ايديهم اللي هم لمسينو وهم مسكين جامر الطريق هو الاستاذ خاد قصدوا انه مثلا وقت ما قدمت الحكومة برنامجها قالوا ان احنا مقدمين كمان حاجة اسمها رؤية مصر عشرين تلاتين وساعتها انا قلت هنا في البرنامج يوميها قلت لهم ممتاز وانا معاكوا في عشرين تلاتين بس انا عايز رؤية مصر عشرين سبعتاشر اللي هي عشرين ستاشر يعني لطيف ان انا عشرين تلاتين ده مش احتمال من الحوش انا وخالد مش عارف يعني انت ليه ليه تلاتين بس يعني ده عامل السن ممكن لا بس على فكرة الحكومة تعد خمسين في المية صرف صحي من كل قرى في مصري في غير قبل سبعتاشر ده لا لا في البيان نفسه في هم هم عشرين في المية اللي موجودين دلوقتي قال تمام شريف اسماعيل قال نتعاحت بتوصيل الصرف الصحي ومياه الشر لخمسين في المية من قرى ومصر كلها ده امتى ساعتك ده هو قال ايو ايو امتى يعني في جدو الزلان يشاكله ايه اه مش قال امتى قال اه 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 يعني 2018 حتى 2018 يعني في 2016 الى 2018 رهيبوا 50% اه ده غير اللي معمولة 50% من المتبقي من المتبقي يعني هنبقى كده نسبتنا 60 اكتر من 60% لا يعني اكتر من 70% 70% اه بتكلمي جد؟ ان شاء الله ارجع بقى اقول نعم ارجع اقول نعم ارجع اقول نعم طيب